السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكرون هذه الصورة في درس سابق لطفل أراد قذف الكرة بقدمه اليسرى لإنجاز هذه الحركة الإرادية تنشأ على مستوى الباحة الحركية سيالة عصبية حركية تمر عبر ألياف عصبية حركية ثم عبر النخاع الشوكي الجدر الأمامي العصب السيسائي في اتجاه العضلة تتوصل العضلة بالسيالة العصبية الحركية تتقلص فتحدث الحركة لذلك اعتبرنا العضلة بمثابة المستجيب الحركي إذن لنتعرف على الجهاز العضلي وهو موضوع درسنا اليوم كما تبينه هذه الصورة فجسمنا يتوفر على عدد كبير من العضلات في مجموع عنحاء جسمنا بطبيعة الحال وهذه العضلات التي نلاحظها هنا هي عضلة متبتة على العظام أي على الهيكل العظمي لذلك نعتبرها بالعضلات الهيكلية إذن هذه العضلات تمكن الجسم من القيام بعدد من الوظائف مثل التنقل حفاظ على التوازن مسك الأشياء تجنب المخاطر إلى غير ذلك لكن في بعض الحالات كما نلاحظ مثل حالة كسر العظام أو تمزق الوطر كما نلاحظ في هذه الصورة أو تمزق العضلة ففي هذه الحالات الإنسان يصبح غير قادر على إنجاز الحركة إذن بطبيعة الحال هذا يدل على أن هناك مجموعة من العناصر تتدخل إنجاز الحركة إذن موضوعنا اليوم للتعرف على الجهاز العضلي وكيفية أداء وظيفته وكذلك مختلف حاجياته سنقوم بالأبحاث التالية إذن آلية التقلص العضلي البني المشهري للعضلة خاصية العضلة الهيكلية انتقال السيالة العصبي من الليف العصبي إلى الألياف العضلية وأخيرا متطلبات التقلص العضلي نبدأ بالبحث الأول تلاحظون معي أن الجسم لا يسوفر فقط على العضلات الهيكلية التي أشرنا إليها سابقا ولكن هناك عضلات أخرى غير متبتة على العضام وهي العضلات القلبية كما نلاحظون وكذلك ما نسميه بالعضلات الملساء التي نجدها خصوصا على المعيدة الأمعاء المريء الأروق الدموية إذن لدينا ثلاث أنواع من العضلات العضلات القلبية التي لها نسيج بختلف كما نلاحظ بالنسبة للنوع الثاني إذن عضلات هيكلية ثم أخيرا العضلات الملساء إذن لدينا ثلاث أنواع أو ثلاث أصنات من العضلات القلبية الهيكلية الملساء فيما يخص برنامج التالي تأعدادي سنقتصر فقط على دراسة العضلات الهيكلية وهو موضوع درسينا متابع إذن فعلا كما أشرنا قبل اللحظات أن أنواع العضلات الثلاثة إذن العضلات المتبتة على العضلات نسميها بالعضلات الهيكلية وهي حركية إرادية بالنسبة للنوع الثاني عضلة تشكل عضو ذاتي الحركة بطبيعة الحال الذي يلعب دور مدخة وهو العضلات القلبية وهي كذلك الاعتدار هي لا إرادية حركتها لا إرادية لأن القلب يعتبر عضو ذاتي الحركة كما شرنا سابقا وأخيرا عضلة توجد على جدار أعضاء الجهاز الهضمي أو الأنبور الهضمي اعتدار بالإضافة إلى العروق الدموية وهي العضلات الملساء طبيعة الحال وحركاتها كذلك حركات لا إرادية متابع بالنسبة للنشاط الثالث سوف نحاول أن نحدد عناصر متدخلة خلال حركة إذن فعلا كما تلاحظون حركة الطرف العلوي سنقوم بحركة تن كما نلاحظ فعلا خلال التقلص نلاحظ على أن خلال التن اعتدار نلاحظ أن العضلة الرأس التقلص تنتفيخ يقصر أو ينقص طولها بطبيعة الحال بالإضافة إلى أنها تصبح صلبة إذن تقلص العضلة تن اعتدار تجدب نحوها عظام الساعد كما نلاحظ فتحدث حركة تن في حين العضلة تلاتية الرأس نلاحظ على أنها في حالة ارتخاء في خلال حركة البسط يحدث العكس بحيث أن العضلة تلاتية الرأس هي المتقلصة في حين العضلة تلاتية الرأس تصبح في حالة ارتخاء وبالتالي فإن العضلة تلاتية الرأس هي التي تجدب عظام الساعد في اتجاه الخلف دصحة التعبير متابع إذن ربما هذا النشاط يمكنكم القيام به مباشرة على موقع المؤسسة إذن ما هو العضو النشط المسؤول عن الحركة أكيد وهو العضلة فيما يخص العضو الذي يتبت العضلة على العضام وهو الأوطار وآخيرا العضو السلبي التابع للعضلة طبيعة الحال والعضام وآخيرا المنطقة التي على مستوى تحدث الحركة وهي المفاصل إذن نتابع النشاط الخامس كيف تعمل العضلة تؤمن حركات الجسم في هذه الحالة سنأخذ حركة تاني القدم إذن سنسجل بطبيعة الحال النشاط عضلة ما نسمي بالعضلة القابضة هي العضلة الأمامية للساق ثم العضلة البسطة وتسجل بطبيعة الحال سنحصل عليه كما سنشاهد بعد لحظات إذن فعلا حركة الآن في حركة بسط حركة تاني للقدم لاحظوا معي هنا القدم تنجز حركة تاني ثم مباشرة حركة بسط هذا التخطيط يدل على أن العضلة في حالة تقلص بينما في هذه الحالة نلاحظ أن العضلة ليست في حالة ارتخاء ليست في حالة تقلص نتابع نعم نلاحظ العكس كما تلاحظون معي العضلة القابضة في هذه المرحلة دخلت في عملية تقلص في حين العضلة البسطة الآن في حالة ارتخاء نعم نلاحظ مرحلة الثالثة مرة أخرى يحدث العكس إذن مقارنة التجيل المحصل عليه يجعلنا نقول أن العضلتين القابضة والباسطة لا يمكن أن يكون في نفس الوقت في حالة تقلص إذن عندما تكون الأولى في حالة تقلص تكون الثانية في حالة ارتخاء بطبيعة الحال ويحدث العكس نستنتج من ذلك قبل أن نصل إلى الاستنتاج إذن سنحاول أن نحدد ما توصلنا إلى إذن خلال الثاني العضلة القابضة تكون في حالة تقلص في حين العضلة الباسطة تكون في حالة ارتخاء بطبيعة حال ثم خلال البسط يحدث العكس تكون العضلة القابضة في حالة مرتخية والعضلة الباسطة متقلصة لهذا السبب نقول أن هاتين العضلتين القابضة والباسطة عضلتين متضادتين عندما تكون الأولى متقلصة تكون الثانية مرتخية فعلا هذا هو استنتاجنا نعم أن العضلة تلت أصناف هيكلية قلبية ملساء بالنسبة للعضلة هيكلية متبتة على العظام كما أشرنا إلى ذلك نقطة تانية لأن حدوث حركة تطلب العناصر التالية سوية العصبية حركية ضرورية لإحداث الحركة العضلة العضو النشط كما أشرنا ثم العضام المفاصيل نقطة الأخيرة كذلك على أن بفضل تجيب نشط كربائي للعضلة خلال حركة التنوبسط أكدنا على أن العضلتين متضادتين كما أشرنا إلى ذلك نتابع نمر إلى البحث الثاني سنحاول أن نحدد البنية المجارية الوظيفة للعضلة فعلا فالعضلة كما نلاحظ تتكون من ألياف عضلية كما نلاحظ بجموعة من الألياف العضلية وكل ليف عضلي نأخذ ليف عضلي بدوره يتشكل من ليفات عضلية صغير لكلمة ليف نتابع نعم لاحظوا ليف العضلي الميفبري كما نسميه بالغلاب الفرنسية تشكل من قطع متراصة هذه القطع هي ما سنسميه بالساركوميرات سنبينها بعد لحظات إذن العضلة تتكون من عدة حزم كل حزم تشتمل على عدة ألياف وكل ليف هو خلية عضلية ضخمة كما أشرت إلى ذلك وتتشكل من ليفات صغير لكلمة ليف وكل ليف يتشكل من قطع متراصة كما نلاحظ هنا لدينا ثلاثة نسميه بالساركومير نعم فعلا ما أشرنا إليه قبل اللحظات أن ليف العضلي عبارة عن خلية عضلية ضخمة تشتمل على عدة ليفات عضلية نلاحظ هنا هذه الخطوط الأفقية لذلك نعتبر على أن العضلة هي عضلة مخططة إذن بالنسبة لوضع الأسماء إذن لدينا العضلة تتشكل من عدة حزم كما أشرنا وكل حزم تشتمل على لدينا حزم هنا على عدة ليفات عضلية وكل ليف عضلي يشتمل على ليف عضلي ليف عضلي يشتمل على عدة نواة كما نلاحظ هنا وبدوره يشتمل على عدة ليفات واللييف هو الذي يتشكل من القطع التي أشرنا إليها نسميه بساركوميرات. ده لدينا الغمض العضلة لدينا شعيرة دموية ثم حزمة عضلية ليف عضلي لييف عضلي ساركومير كما اشرت قبل لحظات الوطر الذي يتبت العضلة على العضم بطبيعة الحال العضلة واخيرا النوات نتابع بالنسبة لساركوميرات كما اشرت قبل لحظات على ان الساركومير يتشكل من خيطات كما نلاحظ هنا خيطات سميكة كما نلاحظ تسمى الميوزين وخيطات دقيقة تسمى الأكتين سنشير منذ الآن خلال التقل سنلاحظ ان هناك عملية انزلاق انزلاق خيطات الأكتين داخلة على مستوى خيطات الميوزين اشير كذلك على ان طول خيطات الميوزين وخيطات الأكتين يضل لا يتغير بل فقط هناك عملية نزيلة كما أشرت إلى ذلك مما يؤدي إلى أن الستر كومير يصبح قصيرا تابع نشاط يمكنكم إنجازه كذلك على موقع المؤسسة إذن سنضع الأسماء إذن ما نسميه غليسي دي بوزي إذن نأخذ العضلة بطبيعة الحال نضعها في مكانها المناسب أعتدير شعيرة دموية بطبيعة الحال في مكانها المناسب غمض العضلة إلى غير ذلك إذن هذا النشاط يمكنكم إنجازه بأنفسكم على الموقع نتيجة البحث الثاني كما أشرنا إلى ذلك أن العضلة الهيكية تتكون من عدة ألياف عضلية شعيرات دموية وألياف عصبية بطبيعة حال التي توصل سويا للعصب الحركية إذن كل ليف عضلي هو عبارة عن خلية ضخمة تحتوي على عدة نواة الليف العضلي يتشكل من عدة ليفات عضلية وكل ليف عضلي يتكون من قطع عضلية كما أشرنا وتسمى مترسة تسمى الساركومير الساركومير يجتمل على خيوط بروتيني الأكتين وميوزين الأكتين خيوط رفئة عالميوزين خيوط سميكة إذن تقلص العضلة يكون ناتج عن زلق خيوط الميوزين على خيوط الأكتين وبذلك يقصر طول الساركومير أما عندما يتباعدان خيوط الميوزين على خيوط الأكتين يزداد طول الساركومير وبالتالي يحدث انبساط العضلة لبحث التالي الكشف عن خاصيات العضلة الخاصية الأولى إذن سنضع الكتلة الأولى على العضلة المعلقة كما نلاحظ إذن يتبين أن العضلة تتمدد يزداد طولها عندما نزيل الكتلة تعود إلى طولها الأصلي إذن نستنتج من ذلك أن العضلة تتوفر على خاصية المرونة نضع الكتلة 30 فعلا تتمدد العضلة كما أشرنا إلى ذلك سابقا يزداد طولها ولكن عندما نزيل كتلة 30 غرام نلاحظ أن العضلة لا تسترجع طولها الأصلي الشي الذي يدل على أن خاصية المرونة خاصية محدودة تابع سنكشف عن خصائص أخرى للعضلة بفضل هذه التجربة إذن سنقوم بإهاجة هذه الضفضعة كما نلاحظ ونسجل ما نسميه النشاط الميكانيكي للعضلة إذن إهاجة تحت العتابة إذن هناك إهاجة ولكن عدم حدود استجابة إهاجة فوق العتابة هناك ما سنسميها رعشة واحدة كما نلاحظ إهاجتين فوق العتابة متباعدتين ب13 من الثانية إذن فعلا نلاحظ هناك رعشة واحدة ناتجة عن إهاجتين بما أنهم متقاربتين سنبين ذلك بعض اللحظات متقاربتين فالنتيجة كانت رعشة واحدة في حق الأمرهما رعشتان ولكن ملتحمتان التحاما تاما إهاجتين فوق العتابة كما متباعدتين ب17 من الثانية إذن هناك فطرة زمنية أطول من سابقتها إذن فعلا نحصل على رعشتين ولكن ملتحمة التحام غير تام أعيد نعم كما تلاحظون ملتحمة التحام غير تام بحيث الإهاجة الثانية كانت خلال مرحلة ما سنسميها خلال مرحلة الارتخاء الإهاجة الأولى الآن سلسلة من إهاجة فوق العتابة متباعدة ب13 إذن هذه السلسلة تعطينا ما سنسميه كزاز تام بحيث العضلات تبقى متقلصة دون ارتخاء الآن نتابع الآن سنقوم بسلسلة إهاجة فوق العتابة متباعدة ب17 من الثانية في هذه الحالة فعلا سنحصل على كزاز ولكنه غير تام هناك تقلص ارتخاء غير تام ثم حدود تقلص مولي وهكذا نتابع فعلا ما أشرنا إليه الإهاجة تحت العتابة تعطينا عدم أو ينتج عندك عدم حدود استجابة إهاجة فوق العتابة إذن لدينا استجابة الفترة الكومون هي الفترة أو المدة الزمنية التي تستغرقها الممتدة ما بين زمن الإهاجة وزمن حدود الاستجابة ثم مرحلة التقلص ثم مرحلة الارتخاء إهاجتين متباعدة كما أشرنا رعشتين منتحامات الانتحام تام إهاجتين متباعدة بسبعة إذن لدينا رعشتين منتحامات الانتحام غير تام وأخيرا سلسلة إهاجة كزاز تام وأخيرا سلسلة إهاجة متباعدة بسبعة عشر متانية كزاز غير تام نتابع نتيجتنا كما أشرنا إلى ذلك ربما يبقلكم قراءة ذلك نعم نتابع البحث الرابع انتقال سويا للعصبي من اللي في العصبي إلى اللي في العضلية كما نلاحظ النهايات العصبية نجدها ونلاحظها هنا متبتة على الألياف العضلية وهذه المنطقة تسمى الصفيحة المحركة إذن منطقة اتصال إذا صحة تعبير النهايات العصبية على الألياف العضلية تسمى الصفيحة المحركة نتابع فعلا على مستوى هذه الصفيحة المحركة عندما تصل السويا للعصبية الحركية الحوصلات السينابسية المملوئة إذا صحة تعبير المبلغات العصبية تفرغ المبلغات وهي عبارة عن وسط كيمية المبلغات العصبية داخل حيز السينابسي ثم كما نلاحظ هنا تتبت على مستقبلات نوعية موجودة على الغشاء كما نلاحظ هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى انتقال السينابسي العصبية داخل ألياف العضلية مما يحدثه بطبيعة الحال تقلص العضلة تابع نتيجة البحث الرابع عشرنا إلى النقطة يمكنكم قراءة ذلك تابع البحث الخامس الكشف عن حاجية العضلة للتقلص إذن العضلة التي تتقلص تحتاج إلى ماذا لذلك سنقوم بالكشف أو بمقارنة تركيب الدم الداخل للعضلة والدم الخارج للعضلة إذن نأخذ عينة من الدم الداخل للعضلة نعم هتدير وعيد تتبيت المحقنة إذن نأخذ عينة من الدم نذهب بها إلى المختبر إذن نقوم بوضع هذا الدم داخل الأنبو اختبار ثم نقوم بعملية المطلوبة نقوم بعملية التحليل فعلا نتائج التحليل تنائل أكسجين 20 ميلي لتر في كل 100 ميلي لتر CO2 42 ميلي لتر غليكوز 90 ميلي كرام نعود في هذه الحالة سنأخذ عينة من الدم ولكن الخارج من العضلة نحاول أن نعم فعلا ثم نذهب بها مرة أخرى إلى المختبر للتحليل نعم نفس المراحل ثم بطبيعة الحال المختبر تحليلات للحصول على النتائج إذن نتائج تحليل الدم الداخل للعضلة نتائج تحليل الدم الخارج من العضلة إذن يمكننا كتابتها مباشرة على الجدول النتائج المدالة المكتوبة على الجدول تلاميتي يكتبونها في حالة استعمال صبورة الرقمية التفاعلية إذن يمكننا تقديم هذه النتائج على شكل المبيان التالي إذن كمية تناء الأكسجين داخل أكبر من كمية أكسجين الخارج إذن هذه العضلة احتفظت بكمية من تناء الأكسجين في حين CO2 تناء أكسيد الكربون نلاحظ العكس على أن كميته الخارجة أكبر من كمية CO2 داخل للعضلة وأخيرا بالنسبة للجليكوز أن كمية جليكوز داخل العضلة أكثر من الخارج هذا يدلع أن العضلة احتفظت بتناء الأكسجين وبالجليكوز بينما طرحت تناء أكسيد الكربون متابع فعلا العضلة تستعمل تناء أو تحصل على الجليكوز وتناء الأكسجين لماذا؟ أو في أي شيء تستعملهما؟ إذن فعلا دخول الجليكوز وتناء الأكسجين تحت تفاعلات كيميائية على مستوى العضلة ماذا ينتج عن هذه التفاعلات؟ بطبيعة الحال تحرير كمية من الحرارة بالإضافة الذي يهمنا هنا وهو الطاقة تحرير الطاقة التي تستعملها العضلة لتقوم بالحركة بالتقلوس بالإضافة إلى طرح تناء أكسيد الكربون الذي يخرج مع الدم الذي يغادر العضلة متابع إذن هذه الخطات تبيلنا ما أشرنا إليه إذن دخول الجليكوز وتناء الأكسجين حدود أكسادات الجليكوز الذي ينتج عنه بطبيعة الحال الكيميائية من الطاقة المستعملة من طرف العضلة للتقلوس وبطبيعة الحال كفضلات لدينا هنا تناء أكسيد الكربون إذن تفاعل كما تلاحظون معي جزئة الجليكوز تتفاعل مع 6 جزئات من الأكسجين ينتج عن ذلك 6 CO2 زائد 6 هجدوزو زائد طاقة التهمون هنا والتي تستعملها العضلة للتقلوس نفس الشيء بطبيعة الحال كما تلاحظون تمرين يمكنكم إنجازه كذلك على الموقع كما أشرت بالإضافة إلى تمرين أخرى إذن سنضع الجليكوز في مكاني إذن إسحب وضع جليسي ديبوزي بالنسبة لتناء الأكسجين نعم وتابع السي أو دو بطبيعة الحال هنا لدينا أعتديل الجليكوز يتفاعل مع أو دو ينتج عن ذلك الطاقة كما أشرنا إلى ذلك لإشارة فقط على أن الجليكوجين وجزئة سكرية ضخمة ربما أشرنا إلى في دارة سابق تتشكل من عدد الكبير من الجزئات وتعتبر إذا صحت بالمخزون على مستوى العضلة ونلاحظنا على مستوى العضلة نتيجة البحث الرابع إذن تحتاج الخلايا العضلية لكل من تناء الأكسجين والجليكوز حيث تتم عملية أكسادة الجليكوز أشرت إلى ذلك وبطبيعة الحال التفاعل الذي أشرنا إليه قبل لحظات شكرا على انتباهكم وإلى درس قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر